لكل اللي عايز او عايزة تخسي ومش عايزة تتأيد بنظام غذائي معين بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي ينسبك ويناسب احتياجاتك الترمس المسلوق تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في الترمس المسلوق والقيمة العزائية كمان وطبعا الترمس سعراته الحرارية قليلة ويساعد لانقاص الوزن لان نسبة البروتين والالياف عالية فبيزود الاحساس بالشبع لفترة طويلة ولكن ما ناكلش منه كتير عشان بيسبب الامساك والانتفاخ والغازات المعلومات الجزائية في الترمس المسلوق او المطبوخ للميت جرام السعرات الحرارية مية وتسعتاشر سعر حراري روتين ستاشر جرام كاربوهايدريت عشرة جرام دهون اتنين وتسعة من عشرة جرام المعلومات الجزائية في الترمس المسلوق او المطبوخ للميت جرام الواحد السعرات الحرارية واحد سعر حراري روتين ستاشر من مية جرام كاربوهايدريت واحد من عشرة جرام دهون اتنين من مية جرام المعلومات الغذائية في الترمس المسلو أو المطبوخ بدون قشر بعد إزالة القشر منه لخمس حبات بوزن 4 جرام السعرات الحرارية 4 سعر حراري بروتين 64 من 100 جرام كاربوهايدرية 4 من 10 جرام دون 11 من 100 جرام المعلومات الغذائية في الترمس المسلو أو المطبوخ بدون قشر لعشر حبات بوزن 8 جرام السعرات الحرارية 9 سعر حراري بروتين 1.3 من 10 جرام كاربوهايدرية 8 من 10 جرام دون 23 من 100 جرام المعلومات الغذائية في الترمس المسلو أو المطبوخ بدون قشر لعشرين حبات بوزن 17 جرام السعرات الحرارية 20 سعر حراري بروتين 2.7 من 10 جرام كاربوهايدرية 1.7 من 10 جرام دون 5 من 10 جرام المعلومات الغذائية في الترمس المسلو أو المطبوخ بدون قشر لتلاتين حبات بوزن 24 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق السعرات الحرارية 28 سعر حراري بروتين 3.8 من 10 جرام كاربوهايدرية 2.4 من 10 جرام دون 7 من 10 جرام لو حتى حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتب لي في التعليقات وانتظرونا وقيام غذائية جديدة